الكتاب المقدس العهد الجديد إنجيل متى الإصحاح الثاني زيارة المجوس ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذ مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أرشالين قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أرشالين معه فجمع كل رؤساء الكهنة والكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوزة ليست صغرى بين رؤساء يهوزة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمن النجم الذي ظهره ثم أرسله إلى بيت لحم وقالوا اذهبوا وافحصوا بالتطقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي أأتي أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا إلى النجم الذي رأوا في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأى الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا زهبا ولبانا ومر ثم إذ أوحى إليهم في حلم إن لا يرجعوا إلى هيرودس وانصرفوا في طريق أخرى إلى قراتهم الهروب إلى مصر وبعدما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه أهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزعم أن يطلب الصبي ليهلكه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني وحنائز لما رأى هيرودس إن المجوز سخر به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحب وفي كل تخومها من ابن سنتين فيما دون بحسب الزمان الذي تحقق من المجوز حينئذ ثم ما قيل بأرمية النبي القائل صوت سمعت في الرامة نوح وبكاء وعويل كثيرة رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزل إنه ليسوا بموجودين العودة إلى الناصرة ولما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا كم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل ولكن لما سمع إن أرخلاوس يملك عن يهودية عوضا عن هيرودس أبي خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوح إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها الناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا شكرا وإلى اللقامة نسنجد دعمونا باللايك والشير